تلقت رئاسة الجمهورية مساء اليوم بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة إليزابيس الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وتتقدم رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق وأكد رئاسة الجمهورية أكدت أن الملكة إليزابيس الثانية كانت مثالا رفيعا يحتفى به في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود ساهمت خلالها في تقديم نموذجا فريدا للقيادة الملهمة وللقيم الأخلاقية النبيلة ولتحمل مسؤوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة للعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات تعظيما للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات حتى أصبحت رمزا محل تقدير للعالم بأسره وأضافت رئاسة الجمهورية أن جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا إذ تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها بالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها في بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان شكرا